مرحبا برج الجادي اهلا فيكم في قراءة منتصف شهر الى نهايته هالقراءة بقسمها الى قسمين اول شي نبتدي الجانب العملي اللي خص الاموال البزنس والمشاريع وبعدين ننتقل الى اسلوب القراءة العطفية باسلوب المرايا مثل ما تعرفون القراءة دائما تكون حق الطالع الشمسي والقمري واي من الكواكب موجودة عندكم في برج الجادي بس اللي تشوف القراءة لازم اهلا يحجد اذا تنطبق عليه ولا لا اول شي نبتدي في الجانب اللي خص الاموال والمشاريع نشوف تطوراته كبرج الجادي الى الاسبوعين القادمين خمسة السيوف تحت اثنين هم الكرتين من الميجر اركانز من الكرتات الرئيسية في التارو كرت برج القوس كرت برج الحوت احس هنا يا برج الجادي لازم اكون صريحة معاك في شخص في اسوسياشن عندك على مستوى الحياة او على مستوى البزنس او زمالة العمل اوكي في شخص هنا قاعد يحاول يستنزفك ونجح في استنزافك من فترة طويلة اوكي علاقتك معاك تستنزفك ترجعك وراء للأسف احس هنا في دينماكية علاقة دائما في شخص يكون او هو اللي يربح وشخصان يكون او هو اللي يخسر بفترة طويلة يا برج الجادي احسك انت اللي كنت مكبر راسك تتجنب المواجهة تتجنب ان تقول كلمة لا اهني اوكي جوابك كان دائما نعم لهذا الشخص ممكن يكون مجموعة اشخاص معاك في العمل اوكي او في محيط تجارتك الخاصة في محيط اهلك وهذا الموضوع يخص الورف فترة طويلة لان التمبرنس اسلوب ديناماكية انت متعود عليها ولكن مش صحية لك اوكي اوكي للأسف احس ايضا ان هذا الشخص تقدم على حسابك الخاص ماليا ماليا كان يغتنم الفرص وانت كنت مشغول في تحقيق شروطه مطالبه توقعاته مثلا هاي النوعية من الاشخاص اللي يقول لكم قبل قبل عشرين سنة ثلاثين اربعين سنة اول ما ابتدوا يدخلون البنات على المدارس كان وقت يعني شوي صعب فالكثير من الاهل الابناء العموم والعموم كانوا يخبرون بعضهم البعض ان هذا الشي غلط ان البنت الفتاة تذهب الى المدرسة في شي غلط هذا الشخص قاعد يسويه خارج عن الاعراف والتقاليد ولكن حلال اللي انت قاعدة تسويه او اللي بتسويه حلال توقعات المجتمع فاخبروا اهني بعضهم البعض ان احنا نتفق ان ما راح نرسل بناتنا الى المدارس هذه كانت افكارهم وقتها اللي صار ان فعلا في احد الاخوان الاخوة صدق هذا الكلام وما ارسل بناتها للمدارس اللي كان المحلوظ الروحون اكتشف عقو فترة ان اخوه المقرب اللي قال له هذه النوعية من الكلام كان اول شخص سجل بناتها في المدارس وحرص في ذاك الوقت كان جدا صعب يكملون حتى المرحلة الابتدائية حرص هذا الشخص او هذا الاخل اللي شوي متلاعب عند طاقة التلاعب عند طاقة الحكم على الاخرين عند طاقة حلال علينا حرام عليكم هذا الشخص ايضا نجح في هذاك الزمن انه يوصل بناتها الى المرحلة الجامعية شوفوا كانوا الفتيات يحلمون بانه على الاقل يخلصون ابتدائية وصلوا للجامعة عندك هذا النوع من الطاقة ممكن تلعب فيها على اي وتر وتر البزنس وتر الوظيفة اللي انت فيها فيه شخص يقول لك لا 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 يا برج الحوت ما يصير تتأخر خمس دقائق عن الدوام ما يصير تتأخر ما يصير تناقش المدير في هذا المشروع ولكن اهو يستغل وجهة نظرك يأخذها وينقلها للإدارة والإدارة يقولون عنه هو شاطر مثلا ستة السيوف ما تقدر تغير الماضي ما تقدر تغير الماضي عدم حراكك موافقتك احنا نقول ساكر عن الحق الشيطان اخرص موافقتك وان كانت بالإيماء في الفترة السابقة هذه كانت تعتبر وتعتبر لحد الان موافقة قانونية انت كنت موافقة ما تقدر تواجه لا تدخل في طاقة اريد ان ارجع حقي من الماضي خلص من الماضي سكر عليه الابواب اللي صار صار خلط طلعاتك هني دائما الى المستقبل 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 هني تقدر ترسم فيه طاقة صحيح انا غلط صحيح انا قصرت وفي حق نفسي ولكن الحين لا الحين لا ما رح تنازل الحين لا ما رح اغلط نفس الغلط مو تنازل حتى الحين لا ما رح اسمع نصيحة هذا الشخص اللي يوم من الايام اكتشفت انه هو وصل المعالي على حسابي اخر كت اخر كت اخر كت تعبر عن كل قدراتك تعبر عن قوتك تعبر عن حقيقتك اوكي خلص يقولوا لك لا وحرام وعيد وما يصير مثلا هاي نا ايام الاشخاص يقول لك الزبون ما رح يدفع اكثر من كذا كذا لهذه البضاعة تروح تشوفهم اهما عروضة والبضاعة باضعاف القيمة اللي نصحوك اللي نصحوك فيها ومشت بضاعتهم اوكي عشرة الاخصان انفصالك عنهم ما رح يكون سهل انت في مرحلة مخاط صعب ليل امانة برج الجديد عمليا اهني كأنما في اشخاص قبيلتك اللي في العمل اللي في الدراسة اللي في البزنس المحطين فيك كنت في بيئة سيئة ولكن انت في مرحلة مخال طالع لتلاقي اشخاص افضل منهم وللامانة لازم اقول لك هذه النصيحة انت ما تحتاجهم انت كنت تصاحبهم خوفا من الوحدة خوفا من الوحدة انت توافق على طلباتهم خوفا ان مثلا اذا كانوا اهلك ما رح يظلون يتقبلونك ما رح تظل المحبب عندهم امان برج الجديد احب انه يخدم الاخرين يكون ذا قيمة لشخص ثاني يسخر نفسه من اجل شخص ثاني يحب هذه الطاقة بس لا تعتقد ان اذا انت رحلت رح يستبدلونك ما في طاقة استبدال ما فيه انت رح يكون صعب عليك الانتقال الى هذه المرحلة بروحك اوكي بدون قبيلة بدون القروب الداعمين اللي دائما يدعمونك سواء انت الصح سواء انت الغلاث ما رح انت رح تلاقي شوية صعوبات ولكن اهم اللي رح يخسرون على المدى الطويل يعني مثلا هنا نرجع لسياسة البزنس او الاموال شفنا الطاقة شلو نطبقها الطاقة تقول حتى لو مثلا قالوا لك انت عارف انت اللي تعرف حقيقة او المنطق اسمع الى المنطق انت يحكمك كوكب ساترن ساترن هو كوكب المنطق والذكاء والعقل انت اذا تحس انه في سعر منطقي ان طلبتها كدخل لك او طلبتها لان انت تاجر وهذا سعر بضاعتك وهذا سعر خدمتك لا تخلي الاخرين في الفترة القادمة ان كانوا زباين ان كانوا منافسين ان كانوا زملاء عمل مينما كانوا ان كانوا حتى موظفين عندك لا تخليهم يأثرون بسهولة وخلونك تغير رايك احس هذين الاشخاص انت ثابت ولكن هذين الاشخاص عندهم نوع منطقة المياه التلاعب ممكن تكون تتعامل مع عقرب حوت سرطان دائما شاطرين يخلونك اتفكر ان هذا الموضوع فكرتك ولكن تنفذ بطريقتهم فهذا التحذير في الفترة القادمة في الحياة العملية راح اسحب لك ايضا كرت نشوف النصيحة الاخيرة نشوف النصيحة الاخيرة انت مستصعب شي هو سهل انت مستصعب شي هو من حقك انت مستصعب شي الاخرين قالوا لك لا مستحيل ما يصير وفي هاي الاثناء وهم حققوا اللي قالوا لك هي ما يصير حال الوقت لاعادة كتاب مو الماضي انا حذرتك من البداية لا تدخل في طاقة ابي ارجع حقي اللي ضاع في الماضي لا الحاضر ولا حتى المستقبل المستقبل اذا فكرت فيه وايد راح تدخل في طاقة تعب ثقل الحاضر خل تركيزك في الحاضر هذا اللي قاعدة اشوفه لك اكتب وركز في تفاصيل الحاضر اسعارك طريقة تقييمك انت لنفسك اوكي لما تشوف شي تعرف انه راح يحسن حياتك الشخصية وحياة اللي موجودين معاك في العمل اوكي لما تشوف انه مثلا لو ننفض ان هذا الموضوع ورث بالنسبة لك الاشخاص اللي قائمين على الورث الاخوان بالعادة قاعدين يضاربون قاعدين يتناحرون والكل قاعد يخسر انت عندك طريقة افضل عشان تحل الامور والكل يستفيد ولكن محتاج انك تعبر الكتابة هي نوع من انواع التعبير مو تتهاوش مو تتجادل ومو تواجه لا تعبر تعبر لانه احس على الطرف الثاني من الانتقال رح تلاقونك اشخاص قبيلة لما اقول قبيلة فهم رح يكونون اشخاص يتعاملون معاك في هذا المجال كزبائن كزملاء عمل كحتى بعض الورثة رح يأخذون جانبك انت بعد فترة ويشجعونك انت يتفقون معاك انت يقصون ورائك انت ليش يقول يقفون ورائك انت تشوف اللي قاعد يكتب يأتيه الهام من الملاك لا تستند على اي رأي غير رأيك في الفترة القادمة ولا اي منطق ولا اي حتس ليش اقول حتس في الفترة القادمة الا حتسك انت عندك هني شخص ممكن يكون برج القوس برج الحوت اي برج ثاني ممكن يكون طالعة في القوس والحوت ما نقدر نعرف كل التفاصيل تبع الابراج ما لاتهم ولكن اللي نقدر نتأكد منه ان هذا الشخص لان هذا كارت برج الحوت كان يتبع معاك سياسة تشكيكك في نفسك يشكيكك في نفسك يشكيكك في خطواتك القادمة يخليك يتخاف وما تاخذ اي خطوة وياخذ الفكرة الجميلة الذهبية اللي انت فكرت فيها ويروح وهو ينفذها احرصنا في الفترة القادمة انت تكون الكاتب انت تكون المنفذ لأفكارك الخاصة هذا اللي ابي اقوله لك والحين ننتقل الى القراءة العاطفية باسلوب المرايا ممكن تكون جدا عكسية هذا الجانب او هذا الجانب عندنا جانبين خذ الجانب اللي تحس ينطبق على وضعك مع الشريك اكثر خلا نشوف بسم الله اول جانب سيكون جانب بوج الجديد خلافة الاخصان في شخص هذا الشخص مشاكس قاعدة احس انه مشاكس ما يلتقي معاك يلتقي مع غيرك صعب معاك سهل مع غيرك غير متوفر معاك متوفر لغيرك ولكن هل لانه هو ظالم او لانه هو مظلوم انت اللي تقدر تجاوب على هاي السؤال رح يكون في نوع من مو التقاء اكتشاف تكتشف ان انت ذهبت الى نفس الدولة اللي كان موجود فيها قبل اسبوع التقاء ذهبت الى نفس المكان بس ما صار التقاء كنت موجودين في نفس ال في نفس الاجتماع بس ما صار فيه التقاء بس ما فيه التقاء لحد الان فيه بعد مسافات بينك وبين هذا الشخص كنت اللي بعدها سلتة الاخصان مشغول جدا بوقته هذا الشخص في الاحتفال مع الاخرين البحث عن الصيد القادم دائما يصيد صيد هني اما انت اما اهوى احس ان اهوى هذا اهوى شريكك صار في وضعية الصياد من شخص لشخص من جائزة لجائزة يعتبر الاشخاص مثل المقبلات مثل الحلاوة مثل الجائزة واحد لثاني من ثاني لثالث داخل في وضعية عدم الالتزام ولكن ولكن معك الطاقفي ولكن ولكن لحد الان معك انت عمقا عميقا عنده رغبة في الالتزام وان كاني كابر عندنا شخصي كابر قاعد يشغل نفسه في العلاقات المؤقتة العابرة السريعة عشان ما ينظر الى حقيقة واقعة على وهو انه يفتقدك يشتاق اليك صار في بينكم خلاف صار في بينكم ابتعاد قاعد يعتمد على الالهاءات اوكي اخر كرت لهذا الطرف كأنما انت ايضا تنتظر رجوعه ترا انت انتظر منه خطوة انت اللي تنتظر احسك برج الجدي هذا الكرت بس انا باخذ بس واحد منها اوكي في احد عندنا هني يتجسس من اللي كان يتجسس اصبح ما يتجسس اصبح العكس الحين انت اللي تعرف من اللي كان يتجسس عندك هني شخص يتجسس عليك في السوشال ميديا يدخل على رقمك يفكر انه يكتب رسالة وبعدين يتراجع ويمسح كل الرسالة يفتح التلفون ينظر الى رقمك ينظر الى الصورة اللي حطنها انت في الواتساب وبعدين يسكر مرة ثانية اوكي لحد الان لان امله ما انقطع وان كان عايش في طاقة المراهق اللعوب حاليا ولكن ما انقطع الامل منك لحد الان عنده امنية انه يرد يرجع فيكم الوقت هنا مو قلت لكم عندنا ابتعاد نصير في نفس المكان بس ما نلتقي عنده امل انه يوم الايام تلتقون هذا الطرف خلا نشوف طاقة الطرف الثاني عندنا هني طاقة الابراج النارية اسد حمل قوس احس اكثر شي قوس اوكي الابراج الهوائية ميزان دلو ممكن يكون جوزة دلو اكثر شي او ميزان خلا نشوف الطرف الثاني خلا نشوف الطرف الثاني فارس الارض ان طلعت عنده كرت برج الجوزاء السيفين ولكن معكوس اوكي الكوب الاول من الي اصبح مستعد انه يتحدث عن مشاعره شوف لما اشوف كوب مدعم بطاقة ارض هني معناته عندنا شخص كان غير مستعد ان يتحدث عن مشاعره او كان يتحدث عن مشاعره عندنا شخص نعم مستوى الحب عنده من البداية كان قوي ولكن ما كان يدعمه بافعال كانت الافعال في صوب والكلام في صوب ما يجتمعون مع بعض اوكي يقول لك يحبك ويقصد فعلا ان يحبك او يعطيك ايحاءات ان يحبك هني ممكن يكون ايضا ايحاءات تلميحات ولكن افعاله تقول انه يستطيع في اي لحظة انه يتخلى عنك ما كان في اجتماع لا جسديا لا حتى اهوة في طاقة هذا الشخص نفسه شنو اللي راح يصير في الفترة القادمة احس انه راح يكون في اجتماع لان كرت الافتراق طلع مع كوس برج الجدي احس في شخص اول هذا الشخص اول محادثة لك معاه لازم تكون بخصوص اول شي بيتكلم عن المشاعر بيستغرقه هو في طاقة المشاعر طاقة العتاب طاقة الحب مو مشكلة على طول لازم ندخل في طاقة شنو المطلوب منه بالضبط شلون محتاج يفهم منك هذا الشخص عند طاقة عدم نضوج عدم فهم ما قادر يفهم احس ان يتعود على نوعية اخرى من الاشخاص لدرجة انه لما التقى فيك حسب الحب ولكن ما قدر يفهم شنو المطلوب منه كان يفكر نفسه انه هو يتصرف على احسن ما يرام اوكي تصرفاته حلوة تصرفاته مقبولة بس ما كان مستوعب تأثير وحقيقة تصرفاته عليك نوع من الانانية لما التقيت فيه هنا تجهيز قائمة الطلبات عزيز البرج الجديد هذا الانسان محتاج اتربيه في الحب اتعلمه ما اخذ فكرة غلط عن الحب ما اخذ فكرة غلط عن العلاقة محتاج اتربيه في الحب من جد و جديد تبني معاه من جد و جديد مثل الطفل الصغير اللي تون ان علمه يعتمد على نفسه هذا الطاقة وان كان سنة كبير ما يخص بتقول لي عمره ثلاثين أربعين خمسين في الحب ما عنده اي نوع من الفهم فهم الحب بطريقة غير صحية او العلاقة نفسها فانت هنا على طول تتخلى توضح له مطلبات لا توضح له شنو المطلوب منه كيف يتصرف الشخص اللي يحب الخيارات ممكن كان عنده خيارات ثانية وكان وقتها رافض انه يقوم باختيارك انت او الطرف الثاني رافض انه يختار يريد ان يخلي الوضع معلق بينكم اوكي بس هذا في الماضي طلع من هذه الطاقة صار اكثر استعدادا لحد الان خطواتها غير وافقة ثابتة ولكن غير وافقة افهموا كلامي بدقة عنده ثبات هذا الطاقة ارض ولكن ما عنده ثقة لانه مش فاهم كيف لازم كأنما العلاقة كذا مرة ندخل في دوامة وتوقف عند نفس الحد ما تتطور اكثر تنتهي العلاقة اصير الزعل وهو يظل مفاهم ليش صار هذا الشيء الطاقة او رح يحتاجك هذا الشخص في الفترة القادمة ان انت توضح له ما هو متوقع